ولنقاش المشهد السوداني مع استمرار التظاهرات الرافضة لقرارات البرهان ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم الصحفي خالد كسلة أهلا بكم سيدي أهلا بكم مرحب كيف يمكن تقييم تطورات الأخيرة في السودان خاصة بعد إغلاق بعض الجسور في العاصمة الخرطوم وخروج تظاهرات نعم طبعا يعني بعد صدور قرارات الـ 25 أكتوبر الماضي والتي قضت بتغيير تشكيلة الحكومة الانتغالية إلى تشكيلة جديدة فمنذ ذلك الحين فإن أنصار الحكومة المحلولة هم الذين يحددون من حين إلى آخر يوما للتظاهرات التي يعني يصفونها بالسلمية ويسمونها السلمية وهي العكس من ذلك تماما فهي مظاهرات يعني فيها التخريب وفيها التحقيم وفيها التكثير وفيها إغلاق الطرق أمام سيارات الإفطاء والإزعاف والأقبة والعاملين في الغطاء الخاص وتعطيل الحياة تماما وهم طبعا هكذا من حين إلى آخر لكن الطرق المعذرة سيد خالد الطرق وهذه الجسور التي وردت في خبرنا كانت من إغلاقها كان من قبل السلطات السودانية وليس المتظاهرين طبعا السلطات هي جربت هؤلاء المتظاهرين في أوقات سادقة وأدركت تماما أنهم يستغلون عبور هذه الجسور للوصول إلى مؤسسات الحقومة والمستاذ الخدمية ومؤسسات وبعض المستاذ الغطاء الخاص لممارسة هذه العادة تحت مسمى السمنية ويمارسون بعد ذلك الصحفين والتكثير وفي اليوم الثاني تأثير مجموعات من الحقومة أو الشارع الآخر لكي يعيد إعمار ما خربه هؤلاء المتظاهرون لكن ما سبب خروج هذه التظاهرات المتعارف عليه أن هذه الحشود من المتظاهرين خرجت اعتراضا على القرارات العسكرية الأخيرة في السودان والمطالبة بحكومة مدنية المطالبة بحكومة مدنية هذا طبعا كلام عبتي لأن الحكومة أفضل مدنية وحتى في النظام البائد الحكومة كانت مدنية الإجراءات الأخيرة لم تكن كذلك سيد خالد نعم أغلبية أغلبية الذين يساقوا في الصرقات يعني هم لا يظهمون جوهر وطبيعة هذه القرارات أشكرت شكرا جزيلا لك صحفي خالد كسلة حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطومة شكرا جزيلا لك